السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب كرام لدينا في هذه الحلقة مجموعة رؤى جميلة جدا واحدة فيها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالعمل بأسماء الله الحسنى والإعراض عن الجاهلين رؤى تحمل بين طياتها كل الخير والبشريات سأقرأها وأعطي التأويل بالحق إن شاء الله تعالى أقول وبالله السعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابي كرام أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال أسأله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة ونسأله تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اليوم 21 فبراير 2024 الموافق 11 شعبان 1445 نرفع فيه هذا الدرس المبارك تقول الرأية لقد رأيتك محمد مجاهد تصلي على تلة تحيط بها أشجار وكنت تطيل السجود وفجأة أبواب السماء تنفتح وتنزل عمام خضراء بهدوء شديد حتى أنك لم تنتبه لنزولها وتوقفت فوق رأسك بمسافة ليست بالكبيرة فرفعت رأسك من السجود ورأيتها ولكنك لم تحرك ساكنا وكان هناك شاهدا غيري على ذلك ولكني لم أنتبه إليه حتى تكلم وقال مخاطبا السماء ربي وأنا أريد مثل هذه العمامة لي فظهر صوت من السماء يقول هذه آخر عمامة تنزل من السماء إلى الأرض وهي ليست لك وامتدت يدان كبيرتان من السماء والبسانك العمامة الخضراء وكنت قد وقفت منتصبا ونظرك إلى السماء أعيد نص هذه الرؤية لأهميتها تقول الرائية لقد رأيتك محمد مجاهد تصلي على تلة تحيط بها أشجار وكنت تطيل السجود وفجأة أبواب السماء تنفتح وتنزل عمامة خضراء بهدوء شديد حتى أنك لم تنتبه لنزولها وتوقفت فوق رأسك بمسافة ليست بالكبيرة فرفعت رأسك من السجود ورأيتها ولكنك لم تحرك ساكنا وكان هناك شاهدا غيري على ذلك ولكني لم أنتبه إليه حتى تكلم وقال مخاطبا السماء ربي وأنا أريد مثل هذه العمامة لي فظهر صوت من السماء يقول هذه آخر عمامة تنزل من السماء إلى الأرض وهي ليست لك وامتدت يدان كبيرتان من السماء وألبسانك العمامة الخضراء سيدي وكنت قد وقفت منتصبا ونظرك إلى السماء هذه الرؤية صادقة قطعا لوجود أدلة من رؤى أخرى هذه الرؤية حق والرؤية الحق هي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وفيها عشرة قراء القرينة الأولى ما معنى التلة التي تحيط بها أشجار في هذه الرؤية والقرينة الثانية ما معنى السجود في هذه الرؤية القرينة الثالثة ما معنى فتح أبواب السماء والقرينة الرابعة ما معنى نزول عمامة خضراء والقرينة الخامسة ما معنى أنني لم أنتبه لنزول هذه العمامة الخضراء والقرينة السادسة ما معنى توقفت فوق رأسك لكن بمسافة ليست ببعيدة وما معنى القرينة السابعة كان هناك شاهد غيري والقرينة الثامنة ما معنى الشاهد الذي تكلم وقال ربي أريد مثل هذه العمامة والقرينة التاسعة ما معنى ظهر صوت من السماء فقال هذه العمامة ليست لك وهي آخر عمامة تنزل إلى الأرض والقرينة العاشرة ما معنى امتدت يدان كبيرتان من السماء والبسانك العمامة الخضراء نبدأ إن شاء الله تعالى بتأويل القرينة الأولى معنى التلة التي تحيط بها أشجار التلة أحباب الكرام هي الربوة ومعنىها في التأويل المكانة العالية المحمودة في الدنيا والآخرة وتدل على الإنفاق والجهد والعطاء والكرامة وتدل على النجاة والرفع والمقام الشريف والأصل في التأويل قول تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم تغاء مرضات الله وتثبيتها من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتتك لها ضعفين فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير وقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وأما الأشجار التي تحيط بالتلة أو الربوة فهم رجال مع المعبر المغربي محمد مجاهد وانتقل إلى القرينة الثانية معنى السجود السجود في المنام يدل على التوبة والقوة والتقى بالنفس والقرب من الله تعالى والسجابة الدعاء وتحقيق الأمنيات نعم يدل كذلك على الرفع في دار الدنيا والآخرة وانتقل إلى القرينة الثالثة ما معنى فتح أبواب السماء معناه الأعمال المقبولة معناه استجابة الدعاء معناه الخير الواسع فهناك من تفتح له أبواب السماء وهناك من تغلق في وجه الصادقون تفتح لهم أبواب السماء والكاذبون تغلق في وجوههم والأصل في التأويل قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا والسكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وانتقل إلى القرينة الرابعة معناه نزول عمام خضراء العمام الخضراء تدل على الميرات في العلم وتدل على العلوم اللدنية وهذا ليس في كل الرؤى والأصل في التأويل وروي عن أبي هريرة في صحيح البخاري أنه قال إنما سمي الخضر لأنه جالس على فروى بيضاء فإذا هي تهتز من خلفي خضراء والفروى عند أهل التفسير هي الأرض البيضاء التي لا نبات فيها وقيل هي فروة الرأس أي جلدة رأسه مع شعره أصبحت خضراء وأيهما كان التفسير على الأرض أو الرأس يصب في مصلحة التأويل أن العمام الخضراء التي نزلت من السماء تدل على ميرات العلم والعلم اللدني الذي هو من الله سبحانه وتعالى وننتقل إلى القرينة الخامسة ما معنى لم أنتبه لنزول لهذه العمامة لم أفكر في حقيقة لم أفكر في هذا الأمر إطلاقا بقدر ما كنت أهتم فقط بأمور العبودية لله سبحانه وتعالى وأما القرينة السادسة ما معنى توقفت فوق رأسك لكن بمسافة ليست ببعيدة معنى هذه القرينة أن المسافة التي كانت بين رأسي والعمامة هي فترة زمنية قبل أخذ العلوم اللدنية الكاملة وأما القرينة السابعة ما معنى كان هناك شاهد غيري سؤال المطروح من يكون هذا الشاهد لننتقل إلى القرينة الثامنة الشاهد تكلم وقال ربي أريد مثل هذه العمامة لنقول إذن هذا الشاهد هو حاسد فكل دي نعمة محسود هو فقط رمز في الرؤية يمثل مجموعة من الناس كفان الله تعالى شرهم لننتقل إلى القرينة التاسعة معنى ظهر صوت من السماء فقال هذه العمامة ليست لك وهي آخر عمامة تنزل إلى الأرض آخر عمامة أحبابي كرام تنزل إلى الأرض لهذا السبب كانوا يقولون عن المعبر المغربي محمد مجاهد أنه مغرور وأني أرى نفسي فوق العلماء لكن الحقيقة ما بهم محمد مجاهد إلا الحرب على الرؤى التي هي من الله سبحانه وتعالى ما بهم إلا الحسد على الرؤى ما بهم سبحان الله إلا الطغيان والتمرد هذه حقيقة لننتقل إلى القرينة العاشرة ما معنى امتدت يدان كبيرتان من السماء والبساني العمامة الخضراء لبس العمامة هي تزكية من الله سبحانه وتعالى لذلك كنت أقول دائما الحمد لله الذي علمني من تاويل الأحديد العمامة الخضراء هي عمامة تأويل الرؤى أقول العمامة الخضراء هي عمامة تأويل الرؤى وكنت أستغرب من نفسي من زمان أن كل الرؤى التي أعبرها تتحقق مثل فلق الصبح أحسس بقوة هذه الرؤية وبصدق هذه الرؤية وهذه كرامة من كرامات الله تعالى وأن تقل إلى الرؤية الموالية الأخيرة التي جمعتني والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تقول الرؤية بعد صلاة الظهر اليوم وكنت أصلي على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك فأهل علي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بوجه مضيء جميل فسلم وجلس بجانبي وقال لي أي بني إن لله تسع وتسعون اسما ووصف نصفها له سبحانه صفة وعلوة ونصفها لنا نحن بني آدم لنعمل بها فنظر إلي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ علي عدم الفهم فخط خطا على الأرض وقال إن كان لأحدنا عدو أو ظالم فالعمل كما عملت بينه وبين ظالمه ويكتب المنتقم وعيد القراءة وقال إن كان لأحدنا عدو أو ظالم فالعمل كما عملت بينه وبين ظالمه ويكتب المنتقم هكذا أقرأ الرؤية كما وصلتني ثم صمت برها ثم قال أوصلي ما قلت وقولي بلساني لمحمد مجاهد يا محمد مجاهد يا ابن الأكرمين إن أسماء الله الحسنى سن فعمل بها وامضي حيث أمرت ولا تلتفت ثم نظر بوجهي وتبسم عليه الصلاة والسلام فجرت على لساني دعاء كلمات دعوت بها وعيد قراءة نص هذه الرؤية لأهميتها تقول الرأية بعد صلاة الظهر اليوم وكنت أصلي على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك فأهل علي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بوجه مضيء جميل فسلم وجلس بجانبي وقال لأي بني إن لله تسع وتسعون اسما ووصفا نصفها له سبحانه صفة وعلوة ونصفها لنا نحن بني آدم لنعمل بها فنظر إلي صلى الله عليه وسلم وقد بدى علي عدم الفهم فخط خطا على الأرض وقال إن كان لأحدنا عدو أو ظالم فالعمل كما عملت بينه وبين ظالمه ويكتب المنتقم ثم صمت برها ثم قال أوصي لي ما قلت وقولي بلساني لمحمد مجاهد يا محمد مجاهد يا ابن الأكرمين إن أسماء الله الحسنى سنة فعمل بها وامضي حيث أمرت حيث أمرت ولا تلتفت ثم نظر بوجهي وتبسم عليه الصلاة والسلام فجرت على لساني دعاء كلمات دعوت بها الرؤية أحباب الكرام واضحة وضوحة الشمس هي رسالة من الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تعالى في المستقبل سنخصص أوراد في أسماء الله الحسنى وهذه رسالة من الحبيب بأن نرمي من يحقد علينا وراء ظهورنا ولا نلتفت إليهم كان هذا هو تأويل هذه الرؤى أقول قولي هذا وأصغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته